وطبعا في نفس الوقت أن فريق أرسنال بدأ يدور على حارس مرمى بديل لبيتر تشاك من الموسم القادم وطبعا ده كلام من الجرائد ومن المواقع العالمية وصحف العالمية ويمكن الاسم المطروح على الساحة الإنجليزية حالياً على نادي أرسنال هو أوبلاك حارس مرمى أتلاك ومدريد لكن طبعا جير رضي في المقابل من المستحيل أن أوبلاك يكون موجود لو فريق أرسنال ما بقاش موجود في مركز يهيره للشامبيونز ليج وهنا نتكلم على طبعا حراس المرمى وكمان أربعة شرق الجزاء هي اللي تصدت أو هي اللي تشاطت على بيتر تشاك ما عرفش يصد منهم ولا رقل الجزاء وهنا نسا نتكلم على الانتقالات وعلى أرسنال وعلى اللعبين أعتقد أن كازورلا طبعا كلنا عافين كازورلا لعب أرسنال أن حصل له إصابة يمكن قوية جداً ولسه بيتعالج بيه لحد الوقت هنوري سيدة المشاهدين يعني إزاي رجليه أو إزاي الإصابة ورس لحد الوقت أعتقد من الصعب جداً منظر يعني ربنا يحفظ كل اللعيب اللي موجودين في العالم من المنظر ده أعتقد أنه مش هيكون موجود طبعاً لنهاية الموسم وبالتالي أرسنال طبعاً ما أعتقدش أنه هيقيده أو يبقى موجود في بطولة أوروبا لأوروبا ليج يعني منظر يعني أكيد صعب جداً جداً وإصابة قوية جداً على كازورلا إن شاء الله ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة طبعاً أكيد ما نتمناش لأي لعب أين كان جنسيته أين كان موجود فين أنه هو هيكون مصاب الإصابة الموجودة أمام حضرتكم نرجع ونتكلم على أخبار اللعبين